مرحبا بكم مشاهدين الكرام نحن الآن في مقر سفارة دولة فلسطين في تونس للقاء خاص مع سعادة السفير هائل الفهوم سفير دولة فلسطين في تونس للتحاور معه حول أبرز المحاور الراهنة فيما يتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة وباقية الأراضي الفلسطينية المحتلة سعادة السفير شكرا لاستقبالنا اليوم في هذا اللقاء الخاص يعني أهلا فيكم دائم هذا بيتكم ونحن فخرين باستقبالكم ونرحب بكم بأي وقت خاصة يعني أنتوا كناعي إعلامية تريد توضيح الحقائق الموضوعية بما يتعلق بالحق الفلسطيني والحق الإنساني فنرحب فيكم هنا في بيتكم بيت فلسطين صفارة فلسطين بتونس شكرا على رحبة صدركم سنبدأ من آخر التطورات هذا صراع أو هذا اعتداء طال أمده لأشهر تقريبا حوالي سبعة أشهر من الصراع والاعتداءات والانتهاكات المتواصلة الإسرائيلية على الفلسطينيين العزل كيف ترون الآن الأوضاع الرهنة في ظل طول أمد هذه الاعتداءات؟ طلع هذا جزء من استراتيجية مبنية على نظرة لا إنسانية في محاولة تهجير الشعب الفلسطيني واقتلاع الهوية الوطنية الفلسطينية من الجغرافيا من الديمغرافيا ومن التاريخ إذن هي جزء من مسلسل طويل دام تنفيذه لأكثر من عشر عقود والتخطيط لإله لأكثر من خمس كرون في الواقع وفلسطين كانت ضحيطه المباشري ولكن الهدف الأساسي تبعه هو في إطار الهيمن المباشري على العالم العربي كأهم موقع جيو استراتيجي في الكون في إطار طاقاته وإمكانياته وتاريخه وحضارته وفكره وليه الاستمرار في الهيمن على بقية العالم فالشعب الفلسطيني واجه استراتيجية استدمارية إمبريالية صهيونية كان ضحيتها وهو ليس صراع سنائي كما تذكر في وسائل الإعلام الغربية وغيرها في الواقع احنا واجهنا استراتيجية في الواقع شمولية وصمودنا هو ليس دفاعا عن حقوقنا فقط هو صمود دفاع عن حقوق الإنسانية جمعا ورسالتنا للعالم هي ليست رسالة صراعات وتفككات هي رسالة حق وسلام واحترام للشعوب فالشعب الفلسطيني واجه هذه الاستراتيجية وما نراه الآن هو فصل من فصول تراكمية لا إنسانية مورست علينا كما قلت بشكل مباشر لمدى لأكتر من عشر عقود عنينا منها في الواقع واجهناها بطاقاتنا الطبيعية الموضوعية الخاصة دون أي دعم يأتينا من أي طرف وبقاءنا بالجغرافيا بالديمغرافيا وبالتاريخ هي معجزة في تاريخ البشرية فما يراه العالم الآن من جرائم ترتكب ضد أطفالنا نسائنا رجالنا شيوخنا في أهلنا في قطاع غزة في أهلنا في الضفة الغربية في القدس وفي فلسطين التاريخية في الواقع هو جزء من هذا المسلسل فلذلك الحقائق الآن بدأت تتكشف للعالم كله ليرى ما هو الواقع 95% من ديمغرافية العالم كانت مجحلة من هذه الحقائق الموضوعية يعني حتى التسميات صاروا يتلاعبوا فيها يعني هلأ مثلا في هناك مخطط جديد لتسمية المشرق العربي أو الشرق الأوسط شرق آسيا يعني يغير حتى التسميات يتلاعبوا في الأطفال ولكن كل هذه المعطيات بدأت تتكشف كل هذه الحقائق بدأت تتكشف في الموضوع لأنه هاي المنظومات في الواقع هي وجهت الأنظمة في مسارات خاطئة في مسارات يعني تقتلع إنسانية الإنسان من إنسانيته في الواقع ففلسطين هو عنوان حق فلسطين هو عنوان إنسانية الإنسان فلسطين هي عنوان استقرار وأمن للجميع وهذه التعبير بدأت تتغير بالرغم من المنظومات الإعلامية اللي زورت كل الحقائق الموضوعية المتعلقة بالحق الفلسطيني أنت بتتذكري في الخمسينات وفي الستينات كان حتى الإعلام العربي وحتى الإعلام الفلسطيني ماذا كان يتحدث عن الحق الفلسطيني؟ كانوا كل المشكلة الفلسطينية يا عمي، نحن لسنا المشكلة، نحن الحل، فلسطين هي الحل، اتهمونا بالإرهاب لأنه نريد أن نعيش كباك البشر، وبدأوا يبتدعوا وسائل لتشويه صورتنا أمام العالم، فإحنا كسرنا هذه الحلقة بحيث أن الشعب الفلسطيني أصبح أدنى نسبي ليس في المنطقة، في العالم من ناحية الأمية، الشباب الفلسطيني أصبح من أعلى نسب العالم في إطار التعليم والبحث العلمي استطعنا أن نقاوم كل هذه الطاقات السلبية الهدامية التي تبخر قارات في الواقع بإمكانياتنا الطبيعية فأصبحنا محصنين من كل الأمراض بالرغم من آلامنا، بالرغم من جراحنا سعد سافير في هذا السياق الانفتاح على العالم لديكم أيضا رؤية فيما يتعلق بالداخل الفلسطيني والوحدة وأن تكون فلسطين هي العنوان الأكبر بعيدا عن كل الانقسامات لو توضح لنا أكثر رؤيتكم في هذا السياق أنا كعلمي في إطار فكري البيو كيميست في الكيمية الحيوية في الواقع دائما نبحث عن إيجاد المعادلات التي تستطيع أن تحول الطاقات السلبية إلى طاقات إيجابية بناءة وهذا ما نسعى له ومن خلال المراجعات التاريخية وما وقع على شعبنا الفلسطيني من ترتيبات إحنا دائما نسميها مؤامرات مؤامرات أني أدخلوها في عقلنا منشان تطوير ما يسمى أنا ما أسميه في الواقع الكسل الفكري يعني ترفي هنا بقولوا ما هي مؤامرة ألا غالب لا فيش إشير في ترتيبات منظومات أعدتها شافية اللي وقع على فلسطين من إحداثيات رئيسية اللي أساسها يعني صار معروف للعالم كله التزوير والتجهيل الإفساد بش الفساد يعني أنا بعتبر الفاسدين هني ضحية المفسدين إفساد المجتمعات لإضعافها والهيمن عليها التكسيم العزل والهيمن فرق تسد زي ما قالوا رتبتها المنظومة البريطانية العظمى اللي بيسموها مبنية على تجربة الإمبراطورية الرومانية قبلها التفكير الإحباط والتيئيس وصناعة الأعداء الوهميين هاي الإحداثيات اللي بنوا عليها رؤاهم الاستراتيجية هاي الطاقات تبعت هاي المنظومات الإمبريالية تخيلي وقعت على شعب أعزل زي الشعب الفلسطيني فنتائجها كان ممكن أن تبخر قارة بأكملها لو وقعت على قارة كبرى كانت بخرت من الجغرافيا من الديمغرافيا من التاريخ هذا الوقع على شعبنا الفلسطيني مظبوط أوقعنا في مطبات محددة والكل ساهم في محاولة تفكيكنا من داخلنا وتكسيمنا ولكن صمود شعبنا ككتلة واحدة بغض النظر عن النرجسيات الفصائلية اللي هي مسيرة أيضا من الخارج جزء منها في الموضوع يعني هزتنا شوي زي ما قلت إحنا جرحة ولكن كمنا علجنا جرحنا الآن الشعب الفلسطيني في إطار كواعده وفي إطار مواطني في إطار أطفاله في إطار أماكن تواجده إن كانت شرقية غربية أو إقليمية هو موحد في إطار الهدف الرئيسي وهو الهوية الوطنية الفلسطينية شافي فلذلك حان الوقت لمراجعة أنفسنا والتخلي عن النرجسيات الفصائلية والتركيز على الهدف الأهم وهو الهوية الوطنية الفلسطينية أنا عندي عنوان واحد عنواني هو فلسطين فقط قد نختلف في الإجتهادات ولكن علينا أن لا نختلف بالأهداف هدفنا تثبيت هويتنا الوطنية على أرض فلسطين شيء والمصار الشعبي الفلسطيني ماشي في هذا الاتجاه يعني أنا لن بروح بقعد مع الأجيال الصاعدي بقول ليش أنا فلان وأنا فلان وأنا مفصل بقولك أنا فلسطيني صامد هوني قاعد هوني بقولكيش أنا من مدينة كذا ومدينة كذا وأنا ابن عائلة كذا لا إذن الموحد هو الهوية الفلسطينية لذلك علينا الاستثمار في الهدف وهو فلسطين والتخلي نختلف بالاجتهادات ما في مشكلة ولكن بشرط وضع الآليات للوصول للهدف الرئيسي وتثبيت الهوية الوطنية الفلسطينية على أرض فلسطين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها الكدس إن شاء الله لتكون بوصلة العالم للحلول وليس للحروب للسلام وليس للكراهية والحقد الآن هناك مخاوف كبيرة من عملية أكبر أو أوسع في رفح واجتياح أكبر لرفح ما هو معالي سفير أكبر تخوفاتكم أو أكبر السيناريوات التي تتخوفون منها في هذا الصدد؟ طلعي يعني هو مش هذا مش أنا اللي بقوله هذا أحد المؤرخين اليهود في العالم اللي قال إنه المرحلة اللي بمر فيها الكيان الصهيوني هادي مرحلة بداية فقدان ثقته بذاته وفشلوا في استراتيجيته في إطار اقتلاع الهوية الوطنية الفلسطينية من الجغرافيا ومن التاريخ الواقع إنه كل ما فقدوا ثقتهم بأنفسهم كل ما زال الجرائمهم فأنا بتوقع إنه تزيد الجرائم تبعتهم اللي تكشف عن الحقائق الفكرية تبعتهم وهذا سيعود عليهم بمصيبة أكبر ستكون معاناتنا أكبر ولكن صمودنا سيكون أقوى من جرائمهم وإذا كانوا بحلموا أنه بهذا الأسلوب رح يهجروا شعبنا فهم وهمون فنحن متمسكون بهويتنا الوطنية متمسكون بتاريخ فلسطين وصامدون إلى أن تأتي انهياراتهم من داخلهم رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم هو موقف ثابت تقريبا في يعني للعالم العربي ككل الموقف المصري في هذا السياق مبدئي يعني تم التأكيد على رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم في أكثر من مناسبة كيف ترون بشكل عام المساعي المصرية التي تعمل على أكثر من مستوى لأولا وقف إطلاق النار في غزة وأيضا لتوصل لحل يكون في صالح الفلسطينيين أشقاءنا في مصر وفي دول عربية أخرى أيضا في تونس في جزائر حتى أشقاءنا في الأردن في السعودية بدأوا في إطار حراك مبني على تراكمية وتكسير الحلقات اللي حاصرت فكرنا لعقود وهذه التراكمية ستأتي بثمارها إذا بيش اليوم بكرة إذا بيش بكرة بعد بكرة عشقنا في مصر يعني تطوروا هذه الاستراتيجية اللي بسموها الدبلوماسية الهادئة الفاعلي وكان هناك حراك أظن من ستة أو سبع دول عربية اللي خرجت من في إطار التنسيق المتعدد من الأطراف العربية اللي بتشمل مجموعة من الدول العربية للحراك على الساحة الدولية وعمالي بتوصل هذه الرسائل وفي نفس الوقت أيضاً أرسل الرسائل الحاسبة يعني بيش بس لإسرائيل وللولايات المتحدة ولدول أوروبية إنه يعني نحذركم من محاولة الاستراتيجية الإسرائيلية بتهجير الفلسطينيين أو أهلنا في غزة لسينا وهذا سيكسر كل الحواجز اللي خليتنا حتى الآن نتصرف بهذا الهدوء الموضوعي العملي تحدثتم عن استقبال الجرحة الفلسطينيين هنا في تونس لأتداوي في مستشفية تونسية سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص هناك أيضاً مبادرات أخرى من بينها مبادرة تدريس الطلبة الفلسطينيين عن بعد كيف ترون هذا الدعم وكيف تجري آخر التطورات؟ أخواتنا وإخواننا الجرحة في تونس يعني فيه الهلال الأحمر التونسي ووزارة الصحة فيه الرئيس شكل لجنة طوارئ لمتابعة أحوالهم ويعني نشكر الإخوان في تونس على كل ما يقوموا فيه من دعم للجرحة لطلاب فلسطينيين اللي جئوا من غزة ومن غير غزة في الواقع الإخوان في الهلال وفي وزارة الصحة وفي وزارة الخارجية ووزارة الدقلية ورجنة الطوارئ بكوموا في واجبهم على أكمل وجه في ختم هذا اللقاء سعادة السفير لم يبقى لي سوى أن نتمنى كل الخير لشعب الفلسطيني وأن يتمكن الضمير الإنساني العالمي من أن يتوصل لطريقة تمكن من الضغط على إسرائيل لوقف هذا النزيف ووقف إطلاق النار ووضع حد لهذه المأساة وجدد شكري لسعادتك لرحبة صدرك واستقبالنا هنا اليوم شكرا لكم يعني أنا في رأيي الوقوف مع الحق الفلسطيني هو وقوف مع الذات ويعني إيقاف هذه الاستراتيجية اللي إحنا منعاني منها اللي بسميها أنا استراتيجية انتحارية أنا ضحييتها المباشرة وضحياها القادمين بدأت تظهر منين تيجي في الموضوع على الإنسانية إيقافها لصالح الإنسانية فنحن مع الحق مع السلم مع السلام مع التعايش بهذا نصل المشاهدين إلى نهاية هذا اللقاء مع سعادة السفير هائل الفهوم سفير دولة فلسطين في تونس شكرا على متابعتكم وإلى اللقاء